لا شك شهر رمضان هو شهر مميز بلا حدود ولا قيود لأن هذا الشهر المبارك الله سبحانه وتعالى جعله ظرفا زمانيا لفريضة الصيام وما أدراك ما فردت الصيام كذلك الله سبحانه وتعالى ميز هذا الشهر بأن جعله شهر القرآن نزل فيه القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وكذلك الكتب السماوية الأخرى كما جاء في الأحد نزلت في هذا الشهر العظيم المبارك فاجتمعت جميع هذه البركات بركات الرسالات السماوية في هذا الشهر العظيم لذلك جعله الله تعالى مميزا هذا غير أن هذا الشهر العظيم المبارك الله تعالى جعله مناسبة لرفعة الدرجات وكسب الحسنات ومغفرة السيئات والزلات وما من أحد يقبل على الله تعالى في هذا الشهر المبارك إلا قبله الله ورفع مقامه عنده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصائمين بأن لهم ثلاث ضمانات بالمغفرة التامة في هذا الشهر الضمان الأولى أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما الضمان الثانية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما الضمان الثالثة ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم سبحان الله من كرم الله وفضائل هذا الشهر الكريم سبحان الله طيب فضيلتك المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان يستعد لهذا الشهر الكريم نتذكر من خلال حديثك الله صلى الله على سيدنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح فرحا شديدا في استقبال هذا الشهر العظيم وقرب حلوله نعم الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعد لشهر رمضان قبيل رمضان لأنه كان يصوم طوال السنة ولكن كما نفهم من الرواية الحديث أنه كان يستعد لرمضان من أول يوم في رجب نعم كيف كان يستعد صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلذلك الصالحون فهموا من هذا الحديث وأمثاله أن الاستعداد ينبغي أن يكون قبل وقت مبكر فما جاء عنهم أنهم كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر نعم يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان وكذلك يودعون رمضان بستة أشهر أن يتقبل الله منهم صيامهم آمين